في موازاة الجهود الرامية لكشف ومحاصرة مزورية الجنسية الكويتية وفي سياق يدعم فرضيات الزيادة الغير طبيعية بأعداد المواطنين نشرت جريدة راية تحليلا للبيانات الرسمية الخاصة بالتعداد التاسع والعشر الذي قامت به الإدارة المركزية للإحصاء والذي يظهر فائضا حسابيا في عدد الكويتين بلغ أكثر من 51 ألف وأربعمائة فرد وتظهر البيانات الرسمية الموثقة أن عدد المواليد الكويتين خلال ست سنوات من العام 2006 إلى العام 2011 بلغ نحو 195 ألف وستمائة مقابل 17 ألف وثلاثمائة وستة وخمسين حالة وفا بما يعني أن عدد الكويتين وفق البيانات الإحصائية يجب أن يسجل مليون وثمانية وثلاثين ألف وخمسمائة وستة وستين نسمة إذا ما تمت زيادة عدد المواليد وإنقاص الوفيات من الإجمال المسجل في إحصاء 2005 لكن المفاجأة أن تعداد 2011 سجل مليون وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وتسعة وستين نسمة وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفام ويعزز فرضيات التزوير ترجمة نانسي قنقر